وبمحطتنا الجديدة بمساحتنا الصباحي لليوم نرمي نشهدنا بالأيام الماضي يوم الثلاثة كان في قصوف لاقر الشمس شمال سوريا وشمال بعض المناطق هذا القصوف استمر تقريباً حوالي ساعتين وكان له تأثيرات كثير سلبية أو إيجابية ما نعرف شعرت بهذا اليوم أنه أنت من دايقة معصرة زوجة؟ يعني شوية بس مو كثير للأمانة بس في أشخاص يقولون لك أنه القصوف أنت كنت عم تقولي أنه كنت معصرة؟ حس أني أنا مضغوطة بس يعني أنا ماني مضغوطة أنا مستعجلة بس واني مستعجلة مش غولة ما عندي شيء فهذا الحال النفسية دائماً الكثوف والخصوف بيكون له تأثيريات بعلم الطاقة على الأرض وعلى الأشخاص شو كانت هاي التأثيرات؟ إن كانت سلبية أو كانت إيجابية هل هي خلصت أو هتستمر فيما بعد؟ هاي الأجوبة حيجاوبنا عليها لليوم ضيفنا لليوم المدرب الدولي في علم الطاقة سمير الهادي صباح الخير إيسا إن صباحكم صباحي أو صباح من طاقة معصب واللي هادي اليوم؟ ما فهمت معصب أو هادي؟ لا لا روايا الحمد لله كله دمام معناتها خلصت خلصت التأثيرات لليوم؟ هلا هي مستمرة لسه شوي بعد الأيام بعد الكثوف يسهد صباحك وأهلا وسهلا فيك مثل ما ذكرنا بالبداية تأثير أي حركة للشمس أو مختلف الحركة التي تكون بالجرام السماوية تأثر على الأشخاص وهذا التأثير يكون مختلف من شخص لآخر خلينا نحكي عن آخر حدث هو الكسوف كيف أثر على الأشخاص الظواهر الفلكية بشكل عام هي أفضل اهتمام كبير من الناس من قديم الزمان وكمان أفضل اهتمام خبراء وعلماء الطاقة هذا الشيء خلاهم يوصلوا لدراسة أثبتت أنه ظاهرة الكسوف عمليا هي تغيير بمسار الطاقة المرسلة إلى الأرض نحن بالنهاية جزء من هذا الكون نأثر ونتأثر بأي تغيير فلكي يصير وقت يصير فيه تغيير بالطاقة المرسلة هذا اللي بيخلينا نتأثر سلما هذا اللي بيخلي بحالة الكسوف يكون المزاج معكر مثلا أو ندخل بحالات اكتئاب حالات من الحزن حالات من الخمول من الكسل لكن عموما هو الكسوف إن كان جزئي أو كلي له تأثير سلبي هلأ بيختلف هذا التأثير السلبي من أشخاص لأشخاص آخرين طيب بهذا اليوم خلينا بيوم الثلاثة الساعة اضماش وربع بالوقت يعني شو صار يعني أهم الحالات اللي أنت مثلا صمعت فيها من الأشخاص اللي حواليك شو كانت ناصف شو كانت عم تعاني من هيلو الصحيح هلأ هو الكسوف الجزئي أصلا هو عملية استفاف كوكبي بين الشمس والقمر والأرض صحيح الكسوف الجزئي هو بيكون يعني الشمس معنا غايبة تماما هو غياب جزئي للشمس وبالتالي يسمى بالكسوف الجزئي بهاي الفترة بيوم الكسوف تحديدا مت ما تفضلتي وحكيتي حضرتك بتلاقي الناس مخربطة الناس معكرة الناس أحيانا بتلاقي أنه مفي شي عم يمشي معهم أمور كتير متعبة فعلى هيك مننصح دائما خلال فترة الكسوف كان جزئي أو كلي بالهدوء وتأجيل أي شي هام متعلق مثلا بسفر بزواج بعمليات جراحية بتوقيع على أوراق هامة أنه نأجل هاي الأمور الهامة لفترة ما بعد الكسوف طيب ممكن يكون تأثير الأشخاص حسب أبراجهم بالكسوف يعني ناس أكتر من ناس ومين الأكتر فينا نقول أبراج أو الأشخاص اللي كانوا متأثرين بهذا الكسوف هلأ طبعا التأثير أكيد ممكن يكون مختلف من أشخاص لأشخاص تاني بس حتى نكون أكتر دقة مو حسب البرج لأنه مثل ما نعرف نحنا كل برج بيتبع له عشرات الملايين من الأشخاص فصعب جدا يكونوا عشرات الملايين من الأشخاص يحلوا نفس التأثير السلبي نفس فاعلية هذا التأثير التأثير بيقع سلبا نحنا عم نحكيه حسب طاقة الشخص الإيجابية بذاته بذات نفسه وحسب كمان اسمه موليده بيكون اسمه بيحمل طاقة إيجابية وهو شخص إيجابي وكمان أرقام مواليده بتحمل طاقة إيجابية بالتالي كلما كانت هاي الأمور إيجابية كلما بيكون التأثير أقل وهذا بيفسر وجود أحيانا نحنا بفترات الكسوف من لاي أشخاص بيتأثروا بشكل كتير كبير منهم بيمرضوا منهم بتحسي كأنه وقفت حياتهم مفشي عم يمشي معهم أمورهم معكرة بصيبهم حالات افتئاب وفي أشخاص تانين بتمر عندهم حالة الكسوف بشكل خفيف بدون تأثير كبير بتمروا لأنك ذكرت نقطة أنه اليوم نحنا حسب داخلنا الأوة اللي عنا هي يا بتمرئ القصة بسلاسك يا أما بصير عنا في مشاكل طيب إذا هيك ما بدنا ننفوت في موضوع الأبراج والأسماء كتير يعني الزيادية تماما قلت ما إلى علاقة الأبراج بالقصة نحنا مروح لطاقة الشخص بشكل هي أضاق حسب طاقة الشخص في أشخاص هنا الممكن ما يتأثروا بهالسلبيات بشكل كتير كبير وفي أشخاص بتبقى هالتهم ضعيفة أو عندهم طاقة سلبية عالية الهالة هي الحماية كرمان تسر لسا طيب الهالة المحيطة بالجساد فتكون ضعيفة لذلك أي تغيير فلكي أي تغيير طبيعي كوني يؤثر فيهم سلبا بشكل كتير كبير حتى الشهية اختلفت بهذا حتى الشهية كل شيء كل شيء بيأثر كل شيء بيأثر مسارات الحياة تختلف لأنه مثل ما حكينا نحنا لما بصير فيه كسوف بصير فيه تغيير للترددات والذبذبات الطاقة المرسلة ونحنا بالنهاية جزء من هذا الكون أي تغيير بيأثر علينا بتبقى درجة التغيير تفرق بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي طيب خلينا نحكي بشكل عام اليوم الأشخاص عم يعانوا من كتير ضغوط والطاقة السلبية هي بيكون مسيطرة على الشخص إن أراد هذا الشيء ولا ما أراده كيف ممكن الشخص يحاول يساعد حاله ذاتيا كيف ممكن هو يجدد هاي الطاقة أو يسميه نحنا بنلده في الطاقة السلبية تمام خلنا نقدم نصاح بهذا الموضوع بداية عن طريق برمجة العقل الباطن يعني أنا إذا ما كنت مقتنع بالإيجابية بداخلي أنا ما بدي يكون متصنعا للآخرين هي الفكرة حتى استفاد ما بدي يكون متصنعا للطاقة الإيجابية بدي يكون أنا مؤمن فيها أنا مقتنع فيها بشكل كامل فأنا وقت بأمن بفكرة الطاقة الإيجابية برمجة العقل الباطن على الطاقة الإيجابية بالتدريج شوي شوي مرحلة وراء مرحلة بسيب تتعامل مع الأمور بشكل أهدى بشكل أكتر لطف بشكل أكتر إيجابية أكتر ما أكون مثل ما كنت في البداية أنا شخص سلبي وبتعامل بسلبية يعني بتتغير طريق التفكيري طريق التفكيري وحتى برمجة العقل الباطن من سلبية إلى إيجابية طيب نحنا لأي متى التأثيرات حتستمر يعني؟ بالنسبة لموضوع الكسوف فالتأثير هو بدأ قبل الكسوف بثلاثة أيام إذا ملاحظين أنه حتى من قبل الكسوف في أمور في ناس بلشت تشتكي من صداع من أرق ليلي من تعب جسدي من خمول التأثير بيستمر لبعد الكسوف من سبعة حتى أربطاشر يوم يعني من أسبوع لأسبوعين في تحذيرات بهذه الأيام؟ خلال هالفترة بدنا نحاول نبتعد قدر الإنكان عن الأمور المصيرية مثل ما حكينا يلي عم يخطط لعمل جديد يلي عم يخطط لزواج يلي عم يخطط لسفر وبالإضافة إلى الهدوء والتروي لأنه خلال هالفترة منكون عصبيين أكثر الأشخاص الناريين هنن بطبيعتهم بحياتهم يعني يمكن تشملهم تحذيرات أكثر من الأشخاص الثانين يعني اللي يرمين حدا كثير هذه يمكن شوي بتمروا علي القصة بثلاثة تمام الأشخاص الناريين أو العصبيين بالمجمل أو العصبيين بالمجمل هن أكثر الأشخاص اللي لازم يتحلوا بالهدوء يكون عندهم تروي يتعاملوا بحكمة خصوصا خلال هالفترة يعني هنن يركزوا خلال هالفترة أن ياخدوا الأمور بأكثر هدوء وتروي طيب أحكي النقطة كثير منيحة أنه نحن نخلص خمسة أيام هنخلص من القصة لأنه نحن موعدين بكثوف تاني بالـ 2027 فما في مدة سنوات بالمناسبة على ذكر فترات الكثوف فهي تتراوح تقريبا كل 18 شهر لكن كل 18 شهر بمنطقة معينة بتصيب منطقة معينة أو جزء معين من أزاء الأرض يعني لكن ممكن نصيبنا نحن مثل ما عم تحكي يكون بعد أربع إلى خمس سنوات مثلا لكن هو فعليا كل 18 شهر عم يكون فيه عم يكون فيه كثوف بمنطقة محددة منطقة معينة حسب ما حكينا بالجمعية الفلكية أنه هذا الكثوف كان تقريبا بـ 48% فقط جزء من الشمس ولكن 27 تقريبا حيكون 80% وأكيد حيكون تأثيراته أكبر حيكون تأثيره أكبر على الأرض وإن شاء الله تمروا على خير لا نعرف إذا نكون عايشين لهذه قلية إن شاء الله تمروا على خير طيب بأثر هون إذا كثوف جزئي أو قلي على النفسية أكثر يعني كلما كان أكبر الكثوف كلما كان تأثيره السلبي أكبر هلأ هو التأثير السلبي هذا ما أننا مختلفين عليه لكن بتفرق نحن لما منقول كثوف جزئي فبيكون التأثير من ضعيف إلى متوسط لما منقول كثوف كلي فبيكون التأثير أكبر يعني من المتوسط إلى شديد التأثير السلبي فعلى هيك كلما كان كما تفضلت وحكيتي 80% 90% كلما بيكون التأثير سلبي أكبر وحتى بالمدة أطول يعني إحنا هلأ عم نحكي من أسبوع إلى 14 يوم إذا كان التأثير كثوف كلي فلح يكون لا من شهر لشهر ونص وممكن يمتد لشهرين طيب حتى بيقولوا في تحذيرات بهذا اليوم الإبتعاد عن ألوان معينة أنه اليوم الأشخاص الناريين ما بعرف إذا بعلم الطاقة صح أو لا هاي القصة أنه بعلم الطاقة أنه ما يلبسوا اللون الأحمر الألوان النارية اللي هي أصلاً يعني شخص ناري بيجيب يلبس ناري ويكون فيه ظاهرة فلكية فبيحضروا من هاي القصة تماماً بالضبط وهذا اللي عم نحكي عنه بالضبط أنه نحنا نبتعد عن كل ما يثير العصبية أو التوتر حتى اللون الأحمر حتى المشاوير اللي ممكن تكون تسبب بإزعاج مثلاً فنحنا كل ما بيلبسنا بيأكلنا كل ما كلنا أكتر هدوء كل ما كلنا أقل توتر كل ما بتكون أمورنا أفضل وأكتر إيجابية لأنه هي نصائح عامة يمكن نحنا بحياتنا اليومية الهدوء الترويل بس ولكن حياناً نحكي بسبب الضغوطات نحنا شوية منتغفة نروح للتسرع صحيح صحيح بالضبط دعونا نحكي عن موضوع الكسوف وتأثيره على الأشخاص بشكل مفصل دعونا نقدم نصائح اليوم لكل الأشخاص هكذا نتمتع أكتر بحياة صحية نفسية تمام بالنسبة للنصائح بما يتعلق بالظواهر الكونية بشكل عام يعني إن كان الكسوف الكلي أو الجزئي أو حتى خسوف القمر هي ظواهر كونية موجودة وستبقى موجودة فما في داعي للتهويل ما في داعي للتخويف ما في داعي نحنا نتعامل يعني لازم نتعامل مع هاي الظواهر بشكل طبيعي بشكل مريح بشكل هادئ مع الوعي بالإضافة للوعي يعني مثل ما نحنا كلنا بنعرف أنه بفترات الكسوف نحنا ما بصير نطلع بعين الشمس هاي إحدى النصائح اللي دائما نحنا بكل كسوف منذكرها ومنأكد عليها وهي تعمل لشوشرة يعني بتقول لك تطلع نحنا على السوشال ميديا قد ما صار ضخ بهاي القصة تحزيرات 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 قام صارت يعني حكمي ربانية خلص أنا صار غيمي ما بقى في كسوف أبدا هي علميا الأشعة دائما الشمس بترسل أشعة فوق حمراء هاي الأشعة فوق الحمراء هي أشعة مدرّة جبدا نحنا بالحالة العادية ما فينا نطلع بعين الشمس لأكتر من ثاني أو ثانيتين فلذلك نحنا ما بنتأثر بهي الأشعة فوق الحمراء لكن بحالات الكسوف نحنا منكون قادرين أن نطلع بالشمس وبالتالي استقبال هاي الأشعة فوق الحمراء وبالتالي هذا اللي بيؤدي للأذلة سمح الله من عمى جزئي أو عمى كلي فلذلك نحنا دائما بكل حالة كسوف بكل ظاهرة مرتبطة بالكسوف منأكد أنه نحنا ما نطلع بعين الشمس وننتبه وننبه أطفالنا على هذا الموضوع هي إجراءات سلامة بالنهاية نتشكر حضورك اليوم صباحك طاقة وإشياء إيجابية بحياتنا يهلا شرفنا أستاذ سمير هادي ترجمة نانسي قنقر